تتصاعد المطالب في المنطقة المغربية بتعزيز جهود مكافحة ظاهرة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنها ففي تونس تحيي البلاد ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد وسط جدل بين مؤيد لخطوات الرئيس قيس سعيد في محاربة الفساد ومن يشكك فيها ويصفها بالإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين هذا وكان الرئيس التونسي قد رفع شعار الحرب على الفساد بعد الخامس والعشرين من يوليو العام الماضي ومنذ ذلك التاريخ تمت إحالة عدد كبير من المسؤولين السابقين وقيادات سياسية وحزبية على القضاء بتهم تتعلق بالفساد مهمة استرجاع ما يفوق أربعة مليارات دولار من الأموال العامة المنهوبة تحدي جديد كلف به الرئيس قيس سعيد اللجنة الوطنية للصلح الجزائي والتي يأتي تشكيلها كخطوات في إطار حرب شاملة على الفساد أعلنها الرئيس قيس سعيد معنا بش يزيد وينكلوا بالشعب معنا 13 ألف وخمسمائة مليار هذه تعود للشعب التونسي لأن الصلح ما يكون إلا مع الشعب التونسي وتوكلوا على الله ولا تأخذكم في الحق لو ما تلائم وما تفرتوش في حتى مليم أي مليم يرجع للشعب التونسي منذ تاريخ الخامس والعشرين من يوليو العام الماضي أثارت السلطة عشرات القضايا المتعلقة بالفساد وأحيل عشرات المسؤولين السابقين والقيادات السياسية البارزة مثل راشد الغنوشي رئيس البرلمان المحل ورئيسي الحكومة الأسبق حمادي جبالي على القضاء بتهم تتعلق بتبييذ الأموال خطوة عدها معارض الرئيس سعيد مجرد تصفية لحسابات سياسية أحد الأشخاص قدم لم يقدم على أساس هويته وإنما قدم على كونه مؤسس لأحد مؤسسي حزب سياسي وثانيا تقلد مسؤولية إدارية أو مسؤولية سياسية سابقة على لساننا النطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية هذان العاملان هما الذين يؤكدان لنا أن القضية سياسية بامتياز شعار المفاهم قبل قيس سعيد هو شعار مفرغ لأن كل الملافات التي أحيرت على القضاء لم تحصل بعض هذا أولا أنها فارغة ولا توجد فيها أي مؤيدات تفيد طورتها في الفساد تلقى خطوات الرئيس سعيد المطبوعة بمكافحة الفساد دعما من عديد القوى المدنية والناشطين فضلا عن عشرات المتطوعين للتبليغ عن قضايا الفساد من داخل مؤسسات الدولة بلادنا نحب أن نرفوها إحنا معاك إحنا بلغنا إحنا عمنا إنا عندي ملف عندي ملف عقاري تعدى في القطب القضائي وتخلى فلوس للدولة ما قيمة 700 مليون للسكة الحديدية و700 مليون للدولة مليار و400 إيها ودخلة فلوس للدولة يستمر الجدل في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد بشأن حصيلة الحرب التي أعلنها الرئيس سعيد في ظل وضع سياسي محكوم بالاحتقان عشرات المحاكمات التي تتعلق بقضايا فساد ضد مسؤولين سابقين وقيادات سياسية وأمنية يعتبرها البعض حربا حقيقية على الفساد أعلنها الرئيس قيس سعيد فيما يعدها آخرون تصفية لحسابات سياسية وتعد على حقوق الإنسان توفيق عيشة الحرة تونس أما في موريتانيا فيستمر تعثر الكثير من المشاريع بسبب الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة على رغم من تأكيد الحكومة المستمر على محاربته وكانت المفتشية العامة للدولة قد أعلنت أن عمليات التفتيش في شبهات فساد كشفت عن تحمل خزينة الدولة نحو 150 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام فقط هذا أحد أشهر مشاريع الجسور في العاصمة نواكشوت لم يبقى من الأجل المحددة لتسليمه سوى عدة أشهر دون تقدم للأشغال فيه فهو أحد أبرز المشاريع الحالية التي عطلها الفساد وتعطلت بفعله مصالح آخرين الاقتصاد من المنطقة كاملة متعطر بها هذه القفرة التي لم أعدلته ولا هم التي فتحت عن الناس الجنزة الكاملة الشرقي منه نقفر كامل في يما هذه المؤسسة قفرة كان لم يكن أحد يشتقى إذا لم نرحل عنده إمكانيات نرحل عنده إمكانيات نقفر نهائيا وصرح فيها كامل نقفر لنا من قفرة هذه القضية بعد تدشينه وظهر أنها سريقة وأنها مضحكة تعثر هذه المشاريع وغيرها زاد امتعاض الموريتانيين من الفساد الذي اعتبروه في تصاعد مؤكدين أن تأثيراته التنموية والاجتماعية باتت تشكل خطرا على البلاد على يقين بأنه لا تنمية مع الفساد لا يصلح مع الفساد ولا تغير مع الفساد والفساد هو عدو للتنمية وهو عدو للشعب الموريتاني وهو عدو للدول الموريتاني ولا أود أن نتحرر منه لأننا مستعمر لنا من هذا الفساد طبعا هناك خطوات قد تأخذ في بعض الأحيان لكنها ما زالت ناقصها وما زالت تحتاج إلى الكثير من الموجود الحكومة لا تخفي وجود الفساد في البلاد رغم تأكيدها استمرار حربها عليه من خلال هيئاتها المخصصة لذلك الفساد الظاهرة جئت وتختلفين نحن مهم عندنا أن المواكبة ونتم مراقبين وكل ما طالعنا عليها أنها تعاطب غير كيف تلجرائم كاملين ما يجد حد يقول أنها ماتات خالق مهم فيه أن الجميع وكانت المفتشية العامة للدولة قد أعلنت كحصيلة لنصف الأول من هذا العام عن عمليات تفتيش في شبهات فساد شملت برامج ومشاريع تنموية بقيمة 150 مليون دولار بات لافت الامتعاض الموريتانيين من مستوى الفساد الذي وصلت له البلاد رغم شعارات الحكومة وجهودها المعلنة التي لا تزال حسب كثيرين غير كافية للقضاء عليه طيب الغذة الحرة نوكشوت نناقش هذا الموضوع بشكل أوسع تنظم إلينا من تونس وفاء بن محمد رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية بجريدة التصباح أهلا بك وفاء كيف يمكن أن نعرف الفساد إذا رسمنا هرم وأردنا أن نضع عناصر داخل هذا الهرم من أسفل الهرم إلى رأس الهرم ما هي العناصر التي تكون الفساد في أي مجتمع أو في أي دولة في العالم مرحبا وشكرا على الاستضافة أهلا الأكيد أن أبرز شيء يعني يعطل التنمية ويعطل الاقتصاد في كل الدول هو الفساد الإداري والفساد المؤسساتي الذي يضرب منظومة الاقتصاد ومنظومة الإنتاج الأكيد سيربك يعني مسار التنمية ومسار الاقتصاد ومسار النمو وبالتالي في أسفل الهرم نستطيع أن نشخص أن الفساد المؤسساتي الفساد الإداري هو بالأساس الفساد الأثقل من بين بقية الأصناف طيب أين وصلت جهود مكافحة الفساد في تونس ومن ثم نتقل إلى المنطقة المغاربية منذ ثورة تونس وهناك حديث كثير عن مكافحة الفساد وغير ذلك إلى أن جاء الرئيس قيس سعيد وكثير من اللجان وكما تابعت بالتقرير لا أريد أن أكرر ما جاء فيه ولكن كثيرة هي الجهود إلى أين وصلت؟ ما هي النتائج الملموسة على الأرض في تونس؟ ومن ثم ننتقل إلى المنطقة المغاربية بشكل عام؟ الأكيد أن المجهودات الكثيرة والمساعي الكبيرة والخطط والمشاريع والاستراتيجيات التي وضعتها الدولة التونسية هذه المرة تختلف عن بقية التي أتت بها الحكومات بصفة محتشمة لأن بالعودة إلى مشروع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد فأبرز بنوده أو أبرز ركائز مشروع السياسي والانتخابي لرئيس الجمهورية هو محاربة الفساد فبالتالي تم ارتياح كبير في الأوساط التونسية لتناول هذا الملف لأول مرة وبشكل جدي استبشرت الأوساط التونسية لتناول هذا الملف كما قلنا باعتبار أنه ملف حساس لكن المشكلة اليوم أن هذه المشهودات وتسليط الضوء على هذا الملف وتناوله بشكل كبير أضحى تراجعت الثقة شيئا فشيئا بين التونسيين باعتبار أن آليات التفعيل والمحاسبة لم تتم حتى اليوم إذن الحديث كثير والحرب ووسائل الحرب قد أطلقها رئيس الجمهورية منذ توليه مهامه كرئيس جمهورية الدولة التونسية لكن المشكلة في التطبيق والتفعيل بالفعل فم تباطئ في التفعيل نظرا لعدم وجود الآليات من يتحمل عدم وجود هذه الآليات؟ العديد من القوانين والتشريعات التي تم أطلقها الأكيد مسؤولية الدولة وقطاعات الدولة والإدارة التونسية باعتبار أن هذا الملف غير معتاد لم تعتد الحكومة التونسية على تناوله بالشكل الذي أراده رئيس الجمهورية إذن هناك نقص في الآليات الحقيقية لتفعيل الإصلاح على أرض الواقع هل ترين أن ذات الإرادة السياسية من التشريعات؟ صحيح؟ هناك قوانين كبيرة؟ موجودة في باقي دول المنطقة المغاربية وهل المعضلة مشابهة للمعضلة الموجودة في تونس؟ إن صح التعبير أن الفساد أصبح معضلة في المنطقة وغيرها من دول العالم بالتأكيد هو بالفعل تصديقا لقولك هو معضلة وآفة كبيرة تنخر مجتمعات العربية وبالأخص شمال أفريقيا والمغرب العربي وشمال القراءة الأفريقية على ما يبدو أن دول المغرب العربي على غرار المغرب والجزائر وموريطانيا تنتهج تقريبا نفس التمشي الكثير من القوانين الكثير من الاعتقالات الكثير من الوقوف عند خطط استراتيجية من سنة إلى أخرى والوقوف عند الأرقام وذكر الأرقام بكثرة لكن للأسف الآليات غير موجودة وكأن هناك نقاط تشابه بين هذه الدول تجمعين أن الإرادة السياسية في مكافحة الفساد موجودة لدى كافة الدول التي ذكرتها الدول المنطقة المغاربية لأن هناك كثير من المواطنين في تلك الدول يتهمون الحكومات وأفراد السلطة بالفساد صحيح تقريبا هي بدرجات لأن مثلا في تونس اليوم في الحقيقة التطرق لهذا الملف أخذ حيز كبير أخذ تراجعت العديد من الملفات الأخرى الحياتية ووقع الاهتمام خاصة في السنة الأولى من تعلي من تقلد رئيس الجمهورية لمنصبه ولمهامه كرئيس جمهورية السنة الأولى كلها اهتمام كبير بمسألة وبملف مكافحة الفساد حتى أن عامة الشعب بدأت تعرف تفاصيل تفاصيل كل العمليات التي تمت والشخصيات نظرا لخروج قائمات شخصيات التي تلاحقها شبهة فساد سؤال الأخير اليوم المواطن هو جزء كبير من اهتمام التونسينا ليس فقط المسؤول في أن يكون شرارة اشتعال الفساد خاصة بأن أغلب الدول في المنطقة المغاربية الوضع الاقتصادي فيها متعثر بسبب كثير من العوامل اليوم ما هو دور المجتمع ما هو دور المواطن في مقابل وجود وضع اقتصادي سيء حتى يكافح هذه الآفة هذه المعضلة أو هذه الظاهرة ظاهرة الفساد وما دور الحكومة على صعيد اقتصادي حتى توقف عمليات الفساد في الدولة هذا هو هذا هو المطلوب بالفعل لابد من أخذ كل أطراف وكل أسباب هذه الآفة لا يمكن أن نرمي كل المسؤولية على الدولة على عاتق الدولة وعلى عاتق يعني السلطة التنفيذية والهياكل المنظمة اليوم كذلك المواطن فعلا هو مسؤول عن استشراء هذه الظاهرة ولا بد من المساهمة جنبا إلى جنب الحكومة والهياكل والرقابات في التخلص والتقليص شيئا فشيئا من هذه الظاهرة التي استشرت في المجتمع عن طريق ماذا؟ عن طريق العدول ولا الابتعاد عن كل وسائل الفساد أخاصة أخص بالذكر الرشوة الرشوة هي أبرز يعني نقطة ضعف المواطن نظرا لقلة الحيلة وقلة الظروف الاقتصادية هذا هو شكرا جزيلا لك من تونس وفا بن محمد رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية في جريدات الصباح شكرا جزيلا لك